فيديو غريب جدا انتشر على السوشال ميديا في الساعات اللي فاتت لعروسة تقال عنها انها عاملت مفاجأة لعريسها في يوم فرحهم ولفست بدلة رأس بدل فستان الفرح وقدمت فقرة رأس في الفرح قدام عريسها وقدم كل المعزيم اللي حضروا الفرح والحياة الفيديو ده عمل جدل كبير جدا على مواقع التواصل الاجتماعي وناس كتير هجمته لكن يا جماعة الكلام ده كله كان يبقى صح لو الفرح ده في مصر لكن اصلا الفرح في دولة رومانيا دولة ملهاش اي علاقة بينا كعرب وليهم عادات غير عادات نحن واللي ساعدها لانتشار الفيديو ده انه تقال عليه انه كان في مصر وده لان العروسة كايبت رقص على اغنية انت عمري لامك لسوم وده امر طبيعي جدا لان الدول اللي في شارع اوروبا واللي منهم دولة رومانيا بيحبوا المزيكة الشرقي وبيحبوا يشغلوها في افرحهم ده غير انه اصلا العروسة بتشتغل بلي دانسر يعني العروسة نفسها رقاصة وفي اول تصريح للعريس اللي ظهر في الفيديو ده قال بالنص انا كنت متفق انا وزوجتي على اداء الرقصة دي وان كل اللي عملته العروسة في الفرح كان بالاتفاق مع عارسها وبالمناسبة يا جماعة بقى الفيديو الموصلناش ان العريس هيقوم بعد كده وهيكمل رقصة مع عروسته والعروسة قاعدت نص ساعة او ساعة لربع تقريبا وهي لبسة بدلة الرقص دي وبترقص مع عارسها والحد هنا يكون الفيديو خلص لكن لسه اسرارنا بخلصتش استنونا في فيديوهات جديدة واسرار جديدة على قناتكم اسرار النجوم اشتركوا في القناة